كاففان كار تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة الجماعي كما شفنا مؤخرا في هذه الأربعة الأشهر الأخيرة أصبح العدد كيت كاتر بشكل كبير موقوش غير أبناء المنطقة بل كذلك حتى من مناطق أخرى من فاس من مكناس من دربة أيضا من الريباط إذن مجموعة المناطق المغرب اللي كتعرف فيها مدينة فنيدة و المودة المجاورة التوافد ديالهات الشباب راغبين في الهجرة إذن هذه الظاهرة هذه هي ظاهرة خطيرة لأسف احنا كل مرة كنرصد وفايات ديال الشباب في مقتبل العمر في البحر لأن هذا الشي هذا راجع إلى واحد مجموعات الأسباب اللي يقدرون تحطو فيها عليها هي أسباب اللي كتكون مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي بالأساس لأن أغلبية الشباب اللي حاولوا يهاجروا هم يمكن حضروا من فئات اجتماعية اللي هي هشة كذلك لأنهم كيعرفوا إما واحد مجموعات ديال المشاكل الاجتماعية كذلك اقتصادية منها فقدان فرشور ولكن هذا مشي كافي بحداته لأن كين سبب أساسي هو السبب ديال عدم اليقين أو مقدرون نقوله عدم التقى في المستقبل لأن صافي الإنسان كيف قد تقى دياله في بلاده كيف قد تقى دياله في الوطن دياله هذا كيجعل أنه يفكر على ملاذ آخر ولكن كما كنقوله كين عوامل كذلك عوامل الجذب لأن هذا العوامل الجذب هي المحاكاة ما يسمى بالنظريات المحاكاة لأن واحد مجموعة الشباب اللي يتمكنوا أنهم يوصلوا كيبدوا يديعوا الاسطوريات أو الصور ديالهم شبكات التواصل اجتماعي وهذا كيزيد يجدب أشخاص آخرين كذلك هناك عوامل السياق هذه العوامل السياق قدرون نتكلموا فيها على دور الشبكات التواصل بالأساس لأنها كتعمل على عملية تحريض مجموعة الصفحات ومجموعة الأشخاص كذلك توقف دائماً كتقوم السلطات العمومية بالإيقاف ديالهم والمنتبع ديالهم كذلك هناك يعني أسباب مرتبطة بما هو طبيعي أن الهجرة عن طريق سباحة إلى السبتة كتطلب أن يكون البحر هادئ كذلك يتطلب مسألة تانية هو وجود ضباب الكاتب ولكن الحالياً الوضعية مختلفة بشكل كبير الآن كين مراقبة أمنية كين أكثر كين تكثيف دوريات الأمنية كين السلطات العمومية المغربية قامت بوضع متاريس على الحدود بين السبتة والفنيدق كذلك كين هناك مراقبة بحرية ديال السلطات العمومية وكذلك البحرية الملكية وكذلك حتى تخفر السواحل للسلطات العمومية إذن هناك تغيرات على مستوى المنطقة التي حدثت بشكل كبير من وصول الشباب إلى المناطق الحدودية أو محاولة ديالهم الهجرة سباحة نقدر نتكلم على أن إيقاف التهريب من السبتة المحتلة لعب واحد دور كبير في زياد نسبة البطالة في المنطقة كذلك على أنه مصبح ما كانش هناك بدائل حقيقيا للشباب وكذلك حتى الأشخاص الآخرين اللي كانوا يشتغلوا في التهريب أنهم يوجدوا فرص عمل هناك برامج اللي تلقصت الدولة لحد الآن لم يكنش تقييم السياسات العمومية في هذا المجال هذا لأنه كان مجموعة ديال المعامل كان مجموعة ديال اللي قد قلت سلوطة أنفسها كانت توفير فرص عمل عن طريق دعم مشاريع ديال الشباب وخير ذلك ولكن لا توجد هناك تقييم هذه السياسات العمومية اللي تلقصت الدولة قبل حوالي أربع سنوات إذن إحنا كمجتمع مدني كفاعلين حقوقيين كانت طلبوا بضرورة أن يتم تقييم هذه السياسات العمومية اللي عرفتها سواء جهة طانجة والحسيمة لأن هذه أموال عمومية خسنا نعرف تقييم ديال المشاريع اللي دارت هنا إلى مدى أنها تمكنت من أنها تقلل من نسبة البطالة واش كانت حلول ناجعة لأن اللي كسر في المال العمومي خسنا ضروري أنه يتحاسب لأن هذا الشيء هذا أتصر بشكل كبير على حياة المواطنين في هذه المنطقة إذن ما كانش أموال هي أموال كبيرة جدا كما قلت كانت واحدة ميزانية للتعتمدات كانت برامج لها كبرى ولكن التأثير دياله على المواطن البسيط على المواطن في هذه المنطقة لا توجد له أي تأثير أو لم تكن له أي تأثير صحيح هناك تعاون كثيف بين السلطات المغربية والإسبانية وكننا عرف على أن التعاون جاب بعد الاعتراف ديال إسبانيا بمغربية الصحراء والموقف ديال الجديد في هذا الأمر إذن هناك تعاون أمني كبير هناك إعادة القبول أو ما يسمى اتفاقية إعادة القبول التي تتفعلها حاليا بإرجاع المهاجرين المغاربة التي يوصلوا نحو السبتة ونحن نتقدم هذه الاتفاقية لأسباب كثيرة التي كانت في 2013 تم نشر دياله في الجيدة الرسمية والاعتماد دياله على مستوى الميداني أو المستوى الفعلي كذلك إحنا كنا نتكلم على التعاون الأمني فيما يتعلق بالمراقبة وكذلك على مستوى الدوريات البحرية وغير ذلك إذن هناك تعاون كبير جدا ديال المغرب وإسبانيا في هذا المجال خصوصا بعد 2018 وبعد 2021 وبعد الاعتراف والتي تعزز أكثر بعد الاعتراف ديال إسبانيا بمغربية الصحراء ولكن هذا كله كان على حساب الهجرة على حساب حقوق المهاجرين على حساب يعني في شكل كبير وكامل كان تم الاعتماد فيها على المقاربة الأمنية فقط دون أن تشمل مقاربة تنموية مقاربة اجتماعية مقاربة اقتصادية أو تبعوية لأنه إحنا قدموها الظاهرة اللي هي جد مركبة كالطلب ليس فقط الاعتماد على المقاربة الأمنية ولكن كذلك المقاربات مختلفة كنعرف على أن الظاهرة الهجرة واحد داهرة مركبة ومعقدة كأي ظاهرة إنسانية كذلك لأنها كتطلب واحد مجموعة الإمكانيات لأن هذا عمل دائم فيما يتعلق برصد الخروقات برصد ما تعرفوا هذه الظاهرة من تحولات نوعية إذن إحنا في المرصد بقلة الموارد البشرية وقلة الإمكانيات كنحاولوا على أن نغطيه ونتوجده على الساحة الميدان على أن نتوجده في الميدان بشكل مكتف وكذلك نعرفوا كيفاش أنها الظاهرة كتأثر على الإنسان كتأثر على الموحيد كتأثر على البيئة وكتأثر حتى على العلاقات بين المغرب والإسبانية إذن إحنا كنا نعتمد على فريق عمل صغير ولكن بمؤهلات اللي هي كبيرة جدا وكذلك حتى كنا نعتمد على الموارد النداتية فيما يتعلق مراقبة ظاهرة الهجرة في هذه المنطقة كنا نعتقد لأن ظاهرة الهجرة ديال الشباب هي ظاهرة مركبة ما بطلتاشي فقط بالهجرة وبالفرص العمل وكذلك حتى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكن كتطلب حلول جدرية كتطلب أن تفعيل ديال دور الأسرة من الجانب أول كذلك تفعيل دور ديال المدرسة من الجانب الثاني كذلك هناك خلق برامج حقيقية والتي تكون تلبي رغبات الشباب فيما يتعلق بالفرص العمال بمفتح مشاريع دياله اللي هي مجموعة البرامج التي تطلقت الدولة والأسرة كما قلت سابقا لا تتمشي التقييم دياله إذن نقول أن الحل ستكون حل جدرية كذلك غياب دراسات فيما يتعلق بهذا الموضوع لحد الآن لا توجد أي دراسات تحاول تفهم الظاهرة تفهم مصدر ذات الشباب كذلك الأسباب التي تدفع ليس هي أسباب بالأساس النفسية أو أسباب اقتصادية أو أسباب الشمعية إذن غياب دراسات عميقة في هذا المجال هذا أو بشكل كامل ولا توجد أي دراسات عفوا إذن هذا كله يجعلنا أننا لا نفهم ظاهرة ما يجب أن ندرسها دراسة يعني عميقة وكذلك بعد ذلك نخرجه بخلاصات وتوصيات لأسف أن المغرب يعمل مجموعة مجهودات كبرى ولكن هذه المجهودات للأسف الصدد هو ضعيف وهنا نضرع على مشاريع التي تتلقى سواء الجهة سواء الجماعات المحلية أو سواء العمالات أو غير ذلك التي هي مشاريع التي تخسر فيها مئات الملاير ولكن المفعول هو غير مؤثر بشكل كامل